بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الرابع في مادة المحاسبة المتوسطة واحد للفرقة الثانية بعنوان المحاسبة عن اصدار السندات والفوائد كنا في الفصل الاول اتكلمنا على تكوين الشركات المساهمة وقلنا لما الشركة المساهمة تكون بيتم تكوينها من خلال اصدار اسهم لان رأس مال الشركة المساهمة بيبتدي يتكون من اسهم معينة بيتم بالتساوي وبنصدر الاسهم طيب في بعض الاحيان الشركة بتحتاج الى تمويل فبالحالة دي بتقرر في بعض الاحيان ان هي تصدر سندات والفرق ما بين السهم هو السند السهم سق ملكية اما السند هو سق مديونية يعني ايه يعني الشركة لما بتبتدي تصدر اسهم والناس يكتتبوا على هذه الاسهم كده بيبقى معها المساهم حامل السهم هو شريف في الشركة اما اذا الشركة رأت ان هي بدل ما تصدر اسهم عشان تحصل على تمويل تصدر سندات ففي الحالة دي السند هو سق مديونية وزي ما تكلمنا على الاسهم هي نفس الفكرة في اصدار الاسهم هو اصدار السندات ممكن يتم اصدار السند. دي قيمة مرة ويحصل مبلغ ضفعة واحدة او على اقصار. مش هيختلف حاجة عن اللي احنا اتكلمنا عنه في اصدار الاسهم. بس الفرق ما بين ان احنا كنا في اصدار الاسهم كنا بنقول من حساب البنك للمساهمين او من المساهمين الى رأس مال الاسهم. هو ده اللي كنا بنتكلم عنه. يعني كنا بنعمل قدين قيد اكتتاب من حساب البنك للمساهمين وقدر تخصيص من المساهمين لرأس المال. اما في اصدار السندات اللي هيختلف. مش هيبقى عندي دول ما اسمهمش مساهمين. اسمهم مقتتبين في السندات. وبدال كلمة رأس المال هقول قرد السندات. معادة ان القرد بيزهر بالقيمة الاسمية. فاحنا دلوقتي هنتكلم على اول نقطة اصدار السندات بالقيمة الاسمية. وهحصل ضفعته. وهحصل مبلغ ضفعة واحدة. مثال اللي موجود قدامنا احد الشركات اصدارت متين الف سند. خمستاشر في المية. نلاحظ هنا ان دايما السند بيجي مدبوع بسعر الفايدة. ان السند ليه سعر فايدة موجود. والشركة معنا ورقة وقلم طبعا. الشركة اصدارت عشرين الف سند. خمستاشر في المية. القيمة الاسمية مية جنيه. وطرحت الاكتتابات للعام. وتم الاكتتاب بالكامل. المطلوب اعداد قود اليومية. في الحالة دي عشان اعمل القيدة اليومية ما فيوش مشكلة. قعد من البنك للمقتتبين. كام سنة عشرين الف سند في مية. يعني اتنين مليون. من حساب البنك للمقتتبين. واقفل الحساب المقتتبين هو حساب وسيد. زي حساب المساهمين كده. اللي تكلمنا عني في اصدار الاسم. ده حساب وسيد. هقول من حساب المقتتبين الى حساب كارد السندات. دي الحالة الاولى نيه? طب. مطلوب مني برضو في الحالات التانية. الحالة التانية. تم الاكتتاب في السندات بالكامل. خلاص. وده شفناه. اتنين. بفرض ان الاكتتاب بقى حالة نقطة التانية بفرض انه تم الاكتتاب في تلاتين الف سند. وقررت مجلس الادارة تخصيص السندات. ورد الاكتتابات الزائدة. هنعمل ايه? نفس اللي تكلمنا عني برضو في الاسم. هنرد الزيادة للناس. نشوف مع بعض القيوب. اول قيب بالنسبالي بقول من حساب البنك اللي حساب المكتتبين بيبقى عدد السندات المكتتب فيها. اكتتبنا في تلاتين الف سند. بمية يبقى تلاتين في مية بتلاتة مليون من البنك اللي المكتتبين. لما هصدر هصدر لي اللي انا عايز ازولهم بس اللي هما العشرين الف. عشرين الف في مية باتنين مليون. يبقى من حساب المكتتبين لكارد السندات باتنين مليون. يبقى في زيادة قدامنا رد المبالغ هنعكس من حساب المكتبين في السندات. الحساب البنك اللي هما العشر تلاف سند في مية. يعني بمليون جنيه. ده الاحتمال التاني. طب الاحتمال التالت كان بيقول انه تم الاكتتاب في ستاشر الف. وقرار مجلس الادارة الاكتفاء باصدار الجزء الذي تم تغطيته. والغاء باقي الاصدار. والحالة الرابعة تم الاكتتاب في ستاشر الف سند. وقرار مجلس الادارة. الغاء الاصدار. كليا. ورد المبلغ. المحصلة الى المكتبين. علينا نمسك النقطة التالتة مع بعض. الناس اكتبت في ستاشر الف سند. ودي الشركة اكتفت بالجزء ده وخلاص. يبقى هنقول من حساب البنك لحساب المكتبين ان هما ستاشر الف سند في مية وخلاص. ما عندي زيادة. ومن حساب لما هزر السندات من حساب المكتبين لحساب كارد السندات دي مليون وستمية. لكن في الحالة الرابعة حصل اكتتاب في ستاشر الف بس الشركة رأيت ان هو لا هنرد المبالغ تاني الاصحاب. احنا لما هنحصل الفلوس هنقول من حساب البنك للمكتبين في السندات لو ستاشر الف سند في مية مليون وستمية. وهنرد بقى تاني الكلام ده لان هنلغي الاكتتابات الموجودة في السندات فهنعكس من المكتبين في السندات الى حساب البنك. في حالة تانية قدامنا دلوقتي ان السندات تصدر بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية. يعني ايه? يعني السند قمته الاسمية بمية مسلا واحنا هنصدره بمية وعشرين. العشرين دي اسمها علاوة اصدار السندات. زي اللي اتكلمنا عليها قبل كده في الاسهم وكانت علاوة اصدار الاسهم بس الفرق ان دي تخص السندات. فقدامنا مثال ان احد الشركات طرحت الف سند. خمسة عشر في المية ده سعر الفايدة. بقيمة اسمية. مية. وينص العقدة على اصدار ان السندات هنصدرها بمية وخمسة. وسعر الفايدة في السوق اتنشر في المية. طب اقيد ازاي? احنا قيدة اليومية للعمليات السابقة. انا عندي علاوة اصدار كام? السند امتو الاسمية مية. وسعر البيع او سعر الاصدار مية وخمسة. يبقى انا عندي علاوة اصدار خمسة جنيه. يبقى هنقول الاول القيدة الاولاني من حساب البنك للمكتبين في السندات اللي هما الالف السند في مية وخمسة. ولما نيجي نصدر السندات زي ما عملنا قبل كده في الاسم هنقول في الجانب المدينة المكتبين في السندات. وهي عبارة عن عدد السندات اللي هما الالف في سعر الاصدار المية وخمسة. طب وفي الجانب المدين. قرد السندات دايما قرد السندات زي رأس مال الاسم بيظهر بالقيمة الاسمية. خلي بالي. وبقرر تاني. دائما قرد السندات زي رأس المال بيظهر في الجانب الدائم بالقيمة الاسمية. قرد السندات الف سند القيمة الاسمية مية يعني مية الف. والفرق ما بينهم الخمس الاف. الجانب الدائم ودي علاوة اصدار السندات. هنا دي الحالة الخاصة باصدار السندات بقيمة تزيد عن قيمتها يعني في حالة اصدار علاوة واحنا سددنا القيمة كان في احتمال تاني لو احنا اكتتبنا في تم الاكتتاب في الف وربعمية سنة. في الحالة دي هيحصل معنا ايه? نشوف مع بعض. اول حاجة من حساب البنك الى حساب المكتبين في السندات. وهي عبارة عن الالف وربعمية سند في مية وخمسة يعني مية سبعة واربعين الف جنيه. طب لم هجل اصدر هصدر للكام للالف بس. فهقول في الجانب المدينة المكتبين في السندات اللي هي عبارة عن كل المكتبين اللي انا اللي انا هصدر لهم فعلا بس وانا هصدر فعلا لالف بسعر اللي موجود الالف بسعر مية وخمسة يعني مية وخمسة الف جنيه. وقارض السندات عبارة عن الالف سند في مية بمية الف والفرق علاوة. وهرد الزيادة اللي هي الزيادة اللي موجودة عنده ربعمية سند. والسند بمية وخمسة يبقى ربعمية في مية وخمسة باتنين واربعين الف وهعكس القيد الاول واقول من حساب المكتبين الى حساب البنك. طيب. دي حالة اللي احنا اصدرنا السند بعلوة اصداره وحصلنا بقيمة مراحل. طيب في بعض الاحيان زي ما اخدنا في الاسهم ان سعاد بيبتدي لنا ابيع السند على زي ما بيعنا السهم على الاقصاد ببيع السند على الاقصاد. بيبقى زي قسط اكتتاب وقسط تخصيص وقسط اخير او اول وهكزا. نفس الفكرة اللي احنا قلنا فيها قبل كده. بعمل قيد الاولان الابتتاب عادي زي زي الاسهم بس بيختلف بدل ما بقرأ مال بقول قرضي سندات. واعمل لكل قسط بعد كده قيدين. قيد استحقاق وقيد تحصيل. نشوف مع بعض التمرين التالي. مسال اربعة. طرحت احدى الشركات المساهمة الفين سند عشرة في المية القيمة الاسمية للسند خمسين جنيه. يبقى معنا الورقة. الشركة اصدرت الفين سند. عشرة في المية. قيمة الاسمية. القيمة الاسمية. خمسين جنيه. والسهم سند ده على اقصاد. خمسة وعشرين قسط اكتتاب. متضمن خمسة جنيه علاوة. يعني قيمة القسط عشرين زائد خمسة جنيه علاوة. وفي عشرين جنيه قسط تخصيص. وعشر جنيه قسط اخير. وتم الاكتتابات في السندات المطروحة بالكامل. ومطلوب مني كيود اليومية. ويبقان المعالجة لو تم الاكتتاب في الفين وربعمية. نشوف الاول كيود اليومية الخاصة بالعملية اصدار الفين سند. اول حاجة انا حصلت كام اللي هما الالفين سند وبعنا السند بكام? القسط الاولاني قيمة القسط كام? هو السندات عندي الفين سند. ايمة القسط خمسة وعشرين. مبارا عن عشرين عشرين. ايمة القسط. وفي خمسة جنيه علاوة اصدار. يبقى هقول من حساب البنك لقسط الاكتتاب. الالفين سند. في الخمسة وعشرين. طيب. بعد كده عند الاصدار هقول من قسط الاكتتاب اللي هما الالفين سند. في الجانب المدين. في خمسة وعشرين. بخمسين الف. طب في الجانب الدائن. هقول قرد السندات. وزي ما قلت قرد السندات بيظهر بالقيمة الاسمية. يعني عندي كم سند? الفين سند. قيمة الاسمية كام عشرين. يبقى الفين سند. فعشرين باربعين الف. والفرق ما بينهم العشر تلاف دي على اصدار. اللي هي الخمسة جنيه على اصدار في الالفين سا. عشر تلاف. وهرد الزيادة. ما هنا ما عنديش زيادة في السندات. يعني هنا اصدرنا الفين وتم الكتاب في الفين. طب كل قسط بعد كده هتعمل وقدين. قد استحقاق وقد تحصيل. فالقسط الاولاني. اللي هو عبارة عن الالفين سند. في قيمة القسط عشرين جنيه. هقول الفين في عشرين باربعين الف من قسط التخصيص الى قرض السندات. ولما هحصل هقول من البنك الى قسط التخصيص. ونفس القصة برضو للقسط الاخير هقول من حساب القسط الاخير الى قرض السندات. ومن حساب البنك الى القسط الاخير. اللي هي عدد السندات في قيمة القسط اللي هو بعشر. طب لو حصل اكتتاب في اكتر لو حصل اكتتاب عندي في اربعة وعشرين الف سنة. هنعمل ايه? هنصدر وعشرين والأربعة التانين هنردوهم. زي ما هو وضح في القيد اول قيد من حساب البنك إلى قصة الاجتتاب هقول الاربعة وعشرين الف سند كلهم في قيمة القصة خمسة وعشرين جنيه. الخمسة وعشرين جنيه بقول تاني هي عبارة عن عشرين جنيه. قيمة القصة زائد خمسة جنيه. لقاءة اصدار. يبقى من بنك القصة الاجتاب الاربعة وعشرين الف في خمسة وعشرين جنيه. طيب. القدل بعد كده اصدار السندات. في الجانب المدين القست الاجتتاب هيبقى عبارة عن. العشرين الف سهم السند اللي هنصدره عشرين الف سهم في خمسة وعشرين يعني بخمسين الف. وفي الجانب الدائر كارد السندات. وهي عدد السندات المصدرة لو ما عشرين الف. في عشرين جنيه. الايمة بتاعت القست والعلاوة و Tips ما بينهم. بعد كده هرد الاТакتابات الزيادة والاكتتابات زيادة كانت اربعة تلاف سند والسند كان خمسة وعشرين جنيه باربعة تلاف في خمسة وعشر تلاف من قسط كتاب للبنج. ومش هيختلف بعد كده قسط التخصيص والقسط الاول عن التمرين اللي قبله. بعمل قيد استحقاق ثم قيد تحصيل. عبارة عن عدد السندات في الايمة بتاعت الخاصة بيه القسط. كده احنا شفنا الحالة التانية في حالة اصدار السندات. وكانت بقى اعلى من كومتها وهي بتسمى علاوة الاصدار. طيب في بعض الاحيان بصدر السند بقيمة اقل ودي اسمها خصم اصدار. يعني على سبيل المثال لو كان السند قمته الاسمية مية. وانا اصدرته بتسعين. الفرق العشرة دي بيطلق عليها خصم اصدار. وليس علاوة اصدار. طيب هل هيختلف المعالجة? مش هيختلف. هي نفس المعالجات اللي احنا كلمنا عليها في العلاوة? ولا هيختلف? ان في خصم الاصدار هيبقى في الجانب المدين. مش زي العلاوة في الجانب الدائم. ونشوف مع بعض التمارين التالية. حالة اصدار السندات بقيمة اقل من قيماتها وسدد الدفع قيمة واحدة. الشركة اصدرت خمس تلاف سند. اتناشر في المية. ايما اسمية بمية. سعر الاصدار تبعة وتسعين. نلاحز هنا ايه? نلاحز ان سعر البيع او سعر الاصدار سبعة وتسعين وهو اقل من القيمة الاسمية بتلاتة جنيه. تلاتة جنيه دي يطلق عليها خصم الاصدار. طيب. قيود بتاعتي. اول حاجة من حساب البنك لحساب المكتبين في السندات. من حساب البنك الى حساب المكتبين في السندات ببساطة جدا. هيبقى عدد السندات اللي هما الخمس تلاف سند في سبعة وتسعين جنيه. اللي هو سعر الاصدار. يبقى خمس تلاف سند في سبعة وتسعين. هيطلع ربعمائة خمسة وطمانين محساب البنك اللي مكتبين في السندات. عند اصدار بقى السندات زي ما شايفين قدام مدريقات في اصدار السندات. هنقول في جانب المديند مكتبين في صدار السندات اللي هما كان الخمس تلاف سند. بسبع وتسعين. وفي الجانب الدائم قرض السندات اللي هما الخمس تلاف سند. سعر مية. يعني خمس مئة الف. الفرق ما بين الطرفين هيظهر في الجانب المدين بخمساشر الف. اللي هي علاوة الاصدار. خصم الاصدار. اللي هي كانت بتلاتة جنيه الخصم. فعدد السندات من هي كانت خمس تلاف سند. يبقى خمس سند في تلاتة جنيه يبقى خصم الاصدار وبيظهر في الجانب المدين. يعني هن خصم الاصدار السندات. طيب. ده بالنسبة للافتتاب انه تم في ايه? في الخمس تلاف سند. طيب افرد بقى ازا اجتم الافتتاب في خمس تلاف ومتين سند. في الحالة دي هيحصلين. في الحالة دي هنرد المتين الزياد يبقى القيد الاولاني من البنك للمكتتبين عبر على خمس تلاف ومتين سند في سبعة وتسين. طيب بعد كده لم هقول من الحساب لما في هصدر اصدر من حساب المكتتبين في السندات اللي هي عدد السندات المصدرة خمس تلاف سند في سبعة وتسين. وعندي خصم الاصدار خمس تلاف سند في تلاتة جنيه. الى قرض السندات اللي هو الخمس تلاف في مية. قيمة الاسمية دايما. ورد الاكتتابات اللي هما المتين سند الزيادة في سنة سبعة وتسعين. وهقول من حساب المتتمين الى حساب البند. طيب ازا كان بقى بحصى قيمة السند دي على اقصاد. برضو مش هيختلف معايا عن الاقصاد في علاوة الاصدار عن خصم الاصدار. فمثلا التمرين اللي قدامي ان الشركة اصدرت سندات تلات تلات سند. خمستاشر في المية. القيمة الاسمية سبعين سعر الاصدار خمسة وستين. نراحل هنا ان سعر الخصم كان خمسة جنيه. وكانت تسدد على تلاتين قصة اكتتاب وعشرين قصة تخصيص وخمستاشر قصة اخير. لما نجمع مجموع الاقصاد هنلاقيها طلعت عندي خمسة وستين. اللي هو سعر الاصدار. ولكن سعر السند سبعين جنيه. نشوف القيود بالنسبة لها تبقى عاملة ازاي? لو حصلنا اول حاجة. من البنك لقصة الاكتتاب عدد السندات المكتتب فيها وهي كانت تلات تلاف سند بسعر. انا حصلت بكام? التلات تلاف سند كانوا في كام? هل في سبعين ولا في خمسة وستين? طبعا التلات تلاف سند اللي موجودين طبعا قيمة القصة بالنسبة لي تلاتين. بيبقى تلاتين جنيه قيمة قصة الاكتتاب في تلات تلاف سند بتسعين الف. يبقى من البنك لقصة الاكتتاب. لما اجي اصدر بقى السندات في الجانب المدينة هقول من حساب قصة السندات اللي هو عدد السندات تلات تلاف سند في تلاتين بتسعين الف. طب الخصم بكام? قلنا الخصم اللي موجود خمسة جنيه. يبقى خمسة في تلات تلاف سند بخمستاشر الف. وفي الجانب الدائن هنقول قرض السندات بيظهر بقيمة الاسمية او قيمة القصة الاسمية. قيمة القصة كانت بكام? بالنسبة لي? كانت بكام? بخمسة وتلاتين? ولا بتلاتين? فيه خصم اصدار تلاتين. يبقى بالنسبة لي يبقى بمية وخمسة الف جنيه. طبعا وبعد كده قصة التخصيص او قصة الاخير بالنسبة لقيد الاستحقاق او قيد التحصيص بيبقى عدد السندات في قيمة القصة اللي موجودة. فبقول قصة التخصيص الى قرد السندات ومن البنك القصة التخصيص. ونفس القصة برضو للكصة الاخير. قصة الاخير. ومن حساب البنك الى القصة الاخير. طيب لو حصل اكتتاب في تلات تلاف وتلتمية سنة. في الحلقة دي هقول ايه? في الحلقة دي مش هيختلف برضو. انا هبكتتب في التلاتة تلتمية بالكامل. فبقول من البنك القصة اكتتاب تلات تلاف وتلتمية سنة. ده عدد السندات المكتتبة دايما في السعر اللي هو اللي موجود عندي بتلاتين. ولكن لما برد الزيادة اللي هم التلتمية سنة في تلاتين. وده القيد التالت اللي موجود. والقييد التاني بصدر مش هيختلف. يبقى الزيادة بس اللي بيختلف معايا ان انا بعمل قيد ربط الاقتدابات. والقيود بعد كده الخاصة بالتخصيص والكسلقي مش هتختلف عن اللي قابليه. قيد استحقاق وقيد تحصيل. النقطة بقى المهمة دلوقتي وهي. احنا قلنا ان السندات عادة بيظهر معاها سعر فايدة. لان السندات بتبقى بتحمل الشركة بسعر فايدة. لازم الشركة بتدفعها. عشان كده دايما قلنا السند بيظهر بعض القيمة الاسمية سعر الفايدة. الاسمي اللي موجود. طيب ازاي يحسب الفوائد اللي هتبقى موجودة? نشوف مع بعض التنبيلين دي حساب الفوائد. الفوائد بالنسبة للشركة المصدرة ودي معلومة مهمة. الشركة لما بتصدر اسود سندات. وبتدفع فايدة? احنا بنقول بتدفع فايدة. يبقى الفايدة بالنسبة لها مصروف. اما ازا كان الاستثمار في السندات. انا كشركة بقى اشتريت سندات في شركة. وهحصل على فوائد فهنقول ارادة زي الفصل التالت اللي كلامنا عنه قلنا ارادة الفوائد. يبقى فوائد السندات. لو انا اللي هدفعها مصروف. لو انا اللي بصدر السندات مصروف. لو انا اللي مستثمر اراد. نشوف مع بعض التمرين ده. في واحد عشرة الفين وستاشر. اصدرت احدى الشركات المساهمة. الفين سند. بفايدة. ستاشر في المية. قيمة اسمية. خمسين جنيه. على ان يسدد القرد بعد تلات سنين ضفعة واحدة. فاذا علمت ان الفايدة بتتدفع سنويا. بحيس تستحق الفايدة تلاتين تسعة الفين وسبعتاشر. قيد اليومية الخاص باسبات استحقاق الفايدة وتسويتها. نشوف مع بعض. فايدة السندات عبارة عن ايه? فايدة السندات عبارة عن عدد السند عدد السندات اللي موجودة. انا عندي في هنا اشتريت كم سند الفين? في القيمة الاسمية للسند? خمسين جنيه. في معدل الفايدة الاسم ستاشر في المية. يبقى الفايدة عبارة عن عدد السندات. عدد السندات. في القيمة الاسمية في معدل الفايدة. يعني الفين سنة في الخمسين في ستاشر في المية ستاشر الف جنيه. طب القيد يتعمل ازاي? انا القيد بالنسبالي. تلاتين تسعة الفين وسبعتاشر اقول من حساب فوائد السندات الى حساب حملة السندات. طيب لما نيجي نقفله في النهاية هيتقفل في الفوائد تقفل في ارباح وخسايا. ونفس القيد. هاجه اقول نفس القيد يبقى انا في تلاتين تسعة تلاتين تسعة في كل سنة هعمل قدين قيد استحقاق وقيد اقفال قيد الاستحقاق هقول من حساب فواد السندات لحملة السندات وبعد كده هقفل مصروف الفواد ده في الارباح والخسائة الموضوع ده هيتقرر معي في سبعتاشر وطمنتاشر وتسعتاشر اللي هي عمر السند اللي هو كان قال لي تلات سنين السندات اللي موجودة طيب لو حبيت اعمل حساب الاستاذ لفواد السندات زي ما موجود قدامنا برحل لحساب الاستاذ بشكل طبيعي جدا هيظهر عندي في الجانب المدين حساب حاملة السندات عن كل سنة ستاشر الف وفي جانب الدائم بقفل الارباح والخسائر بنفس المبلغ الموجود شكرا